مرحبا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بيروت معي أنا فابيان عوني مين أفضل من عندريب العراق اليوم نفتتح في حلقتنا؟ تامنا بداية حتى نشوف شو خبرنا عن مشاركته ببرنامج عراق ايدل أنا أول مرة أخوض هاي التجربة هو هم يعني المشتركين السفادة من هاي الخبرة اللي عندي آني هذا الباع اللي طويلة من السنين اللي قضيتها بالفن فالحمد لله قدرت توصلهم شي جميل ويعني إن شاء الله هم أخذوا بنصائحي أخذوا الأمور اللي أعطيتها لهم هم أصوات حلوة وجميلة ويستحقون وأول مرة ينعمل عندنا برنامج بالعراق قدموا MBC يعني مشكورة وعملت اختارين أصوات حلوة اختارين أشياء جميلة اختارين عدة ألوان يعني حتى الشوفين انت بالفانل بالأخير بقد ثلاثة أصوات مميزة بقد كل واحد لون خاص به فالحمد لله قدرنا نطلع مجموعة حلوة إن شاء الله يكونوا بالساحة الفنية العراقية والعربية أما بالنسبة لدعمه للمشترك العراقي علي ليو فهيك خبرنا احنا دائما معهم يعني إذا علي ليو أو الأصدقاء البقية احنا دائما معهم من استشارات من أمور يأخذون آراءنا بأمور بس هم معتهم يعني شركة إنتاج راح تكون هي اللي تدعمهم مادية تدعمهم بالأعمال بس كاستشارة كاستوديو كشي ثاني احنا معهم روحا وقالبا وبما أنه النجم حتم العراقي مخدرم على الساحة الفنية حبينا نتوقف معه عند الأغنية باللهجة العراقية إذ مثل ما عم نشوف أنه عدد كتير كبير من الفنانين عم بيلجأ لها طمعا بالشهرة فهل هو بأيد هيدا الأمر أو لا؟ هي الأغنية العراقية مميزة يعني هس جايشو فيها هي جوز الأولى عربيا يعني من خلال الكلام من خلال اللحة من خلال الفنانين اللي يقدموها طبعا الأغنية العراقية جميلة ومطلوبة حاليا ومن بعد ما سمعنا حكيه لأستيس حاتم لأنه لأنه في كتير أشخاص بيعتبروا أنه الأغنية العراقية صارت مستهلكة بهذه الطريقة لا لا بالعكس هي باقية يعني هي بيها في الكلورها وتراثها العراقي هذا التراث العميق بالأغنية العراقية فأنا حس الأغنية العراقية باقية وراح تبقى بفضل الشباب الموجودين وفضل الملحنين موجودين الشعراء العدنا الكمل هائل فالأغنية العراقية باقية إن شاء الله وحبينا نتوقف مع حاتم العراقية عند موضوع الخط الفني يلي عم يتبعه ابن كوساي فالليلو من خلال متابعتنا بنشعر أنه ما اعتمد خط مغير كليا فهل كان إحساسنا بالنحله؟ يعني بالبداية مثلا إحنا نتأثر فنان معين نقلت فنان معين بس بعدين عملنا أغاني خاصة بينا وقوساي أيضا جاء يعمل أغاني خاصة بي مواويل خاصة بي والحمد لله قدر يسوي شيء حلو وصار للون خاص وبختم حديثنا معه لعندلي بالعراق حبي يوجه رسالة لكل متابعي برنامج من بيروت برأيكم إن شاء الله؟ أنا رسالة أوجهها إن شاء الله يا ربي يعني إحنا بالبداية نقول إن شاء الله يكونون دائما سالمين من هذا المرض ومن هذا الوباء اللي هو كورونا وإن شاء الله ترجع لابتسامة على وجوه ناسنا وأهلنا وشعبنا وأتمنى لهم الموفقية والسعادة لهذا الشعب وهلنا نتوقف عند الفنانة اللبنانية إليستا يلي طالبت بأنون مدني إذ كل الأشخاص بيكونوا تحت سقف الأنون ما يؤمن حية رغيدة وكريمة للأطفال وبيحميهم ببعض الأحيان من تعنيف أهلهم وكما دعت إليستا الأهل لعدم الحكم على أولادهم بالإعدام بعمر 12 و13 سنة من خلال إجبارهم على الزواج المبكر وقالت لهم إنه انتبهوا أولادكم مثل الورقة البيضة وأنتوا جزء من هيد الورقة ولديم تنتبهوا كتير منيح إنه تربية الأولاد بتبدأ قبل ولدتهم بعشرين سنة أي من خلال تربية الأم وحبت إليستا إنه صلت أدوه على التغيير الزمني يلي عم نشهده هيد الأيام فقالت لهم إنه أيام أجدادنا كانت تختلف التربية وهلأ لازم تنتبهوا كتير منيح لأنه الأطفال بمخيلتهم في أفكار كتير فلازم تسمعوا لهم وتشوفوا آراءهم لأنه هيدا الأمر بعزز سققتهم بحالهم وبيخليهم يتقبلوا الطرف الآخر وهلأ لحنا نتوقف عند المقابلية اللي أجريناها مع المثلة اللبنانية رانين مطر إليها مشاركة بمسلسل أم بديلة يلي متل ما سبق وقلنا هو بطولة مشتركة عراقية لبنانية فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو خبرتنا عن دورة ميسام قصة ميسام هي قصة بتشبه قصة كتير بنات بمجتمعنا بنات التارية إنه تترك دراستها كرمال تشتغل كرمال تقدر تساعد أهلا لأنه بالحلقات اللي جاية منشوف إنه أهلا ما بيقدروا يشتغلوا وهي ما عندها إخوة وهي مضطرة تشتغل وتساعدون هيدا السبب خليها بمحلات معينة بحياتها تواجه كتير مشاكل واللواعي طبعا خليها دايما تفتكر إنه المصاري هو شي كتير أساسي فهي دايما طموحاتها إنه بد حدا يكون وضعه منيح بحياتها ليريحها لما بقى تشتغل لا تقدر تعالج بيا لا تقدر تنبسط بحياتها وسألنيها لرانين هل معقولي ما كان عندها خوف إنه تقبل هيدا الدور بخاصة إنه في عدد من الأشخاص يحطها بصبغة معينة ويعتبرها إنه هي إمرأة بتحب المال لا أنا بس أنا بس أخد شخصية بأخد شخصية مايسم بالآخر هي مايسم وأنا رانين ما دخلنا ببعض خاصة إنه أنا ما بحب أبدا أخد أدوار بتشبهني لأقدر هيك يكون عم بلعب بطريقة معينة فيها وقتا أنا حبيت دور شخصية مايسم وأخدتها أخدتها لكتير أسباب لأنه في من وراها مثل بآخر المسلسل رسالة توعية لكتير بنات اللي هي إنه إنه المال مش كل شي بالحياة خاصة وقتا نشوف مايسم كيف حترجع تقتنع إنه المصاري مش كل شي بالحياة بتقدري تحصل على السعادة وبتقدري تحصل على راحة نفسية حتى لو أنت ما رح تجوزتي واحد مليونير ومعه كل هالمصاري اللي أنت مفكرة إنه حتغذيك ع حياتك كتير حلوة وأكيد سأل نها الرانية ما هل ما قولي شعلت بالتعب أنت جسيدة لها الشخصية؟ بالحلقات لقدام لح نشوف معاناة لشخصية مايسم خاصة بمشاهد الإجهاد لأنه هي كتير تعزبت هو أراد الإجهاد هي يعني هو شي نفسي وشي جسدي كتير بعزب كيف إذا حدا نجبر إنه يعمل غزب عنه كيف إذا شخصية نجبرت إنه تعمل هيدا الإجهاد بوقت بيكون في كتير خطر على حياته وخطر على البابيه فهي دول المشاهد كانوا كتير كتير بيتعبوا نفسيا من بعد ما سمعنا كلامة سألناها إنه بنفهم إنه أنت كنت إمرأة معنفة بالعمل؟ إيه وأكيد رانية بخلال حديثنا معها حب تقدم نصيحة لكل إمرأة معنفة برأيكون شو أردت لها؟ أنا أكيد بقللهم إنه ما حدا يسكت عن العنف حتى هيدا اللي عملته ما يصم يعني الميصم تعنفيت وانوجعت وانضايقت أكيد نهارت وأكيد زعلت وأكيد صار فيه كتير قصة سلبية تجاه هيدا الموضوع بس بعدها وصلت لمحال قررت إنه هي تشتكي وقررت إنه هي تاخد حقها وقررت إنه هي تحط حدوث لكل شي صار معا وهيدا الشي اللي حليها ترجع تقدر تبلش من أول وجديد وخليها تقدر ترجع تعيش من أول وجديد بالطريقة الصح وحبينا نستفزة شوي لرانين فالنالة هالمعقولة قبولة للمشاركة بهذا العمل الدرامي العراقي لبناني سببه رغبتها إنه يصير في عندها جمهور أكتر بالعراق؟ أكيد مسلسل أمبادية لكن فرصة لإلي لفوت على الدراما العراقية خاصة إنه هيدا أول مسلسل لبناني عراقي أو أول مسلسل حتى لإلي بالعراق التارجت إنه أنا بحب مثل ما عندي مشكلة يعني عن جنرال بكل شي وصرينا على رانين وإلنالة هالمشاركتها بهيدا العمل سببه خوفه من الانتاج المحلي هيدا الفترة؟ لا أنا بعتقد يمكن اللي صار هلأ بالنحنة بهال الظرف اللي نحن فيه هلأ يمكن بظرف الكورونا وبظرف الأوضاع الاقتصادية عنا في لبنان بس هيدا ما معناته إنه لحي يضل خاصة إنه فيه كنوات فيه كتير مسلسلات لبنانية وبما إنه رانين حبت تقنعنا بوجهة نظرة أصرين علي وقلنالة بس المحطات اللبنانية عم تدعم التركة أكتر من المحلة بس هو يمكن ما عم بينعرض مسلسلات لبنانية حاليا لأنه ما كان فيه كتير إنتاج حاليا من وراء الوضع اللي قطعنا فيه يعني خاصة مثلا أنا كنت عم صور بمسلسل مفروض كنا نخلصه بشهر اثنين بعدنا برمضان كنا عم نصور فيه خاصة الكورونا وقفنا ثلاثين يوم يعني فيه وضع فيه وضع بالبلد ما عم بيقدروا يمكن كتير يصوروا مثل قبل بس ما بعتقد إنه فيه خطر على الدراما اللبنانية وطبعا بختام حديثنا معا إنه ليرانين شو اللي سيري اللي بتحب تواجهيها لكل متابعي برنامج من بيروت بيقل لهم إنه أنا بحبوني كتير كمان وإن شاء الله يحبوا كل الأدوار اللي بقدمها بما إنه دايما بيقولوا إنه مفتاح جمال المرأة عينيها اليوم حبينا نستشير خبير التجميل دكتور حسان ياسين حتى نشوف ليلة عين المرأة ببعض الأحيان من سواد تحت منطقة العينان بشوف كتير أشخاص بيجوني من شان سواد تحت العين فالسواد تحت العين عنده كتير أسباب دارك سوركوز ممكن يكون سببها جورة تحت العين إذا كان في جورة تحت العين دي غريب نتوجه على الفلور اللي هو بيشقول هيدا الجورة وبيمحيها الشادو لا كيفك اللي هو هالخيال اللي هو بيزيد من هيدا السواد لأنه it's all equation of light and shadows يعني كيف الضو موجه أنا على وجه وكيف عم بيعطيه بمنطقة تحت العين هلأ في أشخاص تانين عندهم الجلدة سودة وسميكة وهيدي بتكون جلاتك ورثانين ورثانين عن أهلهم بتكون السواد كمان مش بس تحت العين تحت العين وفوق العين بكل هيدا المنطقة فهوني أكيد نتوجه على نوع من البيز اللي هي بقالبة azelaic acid tranexamic acid اللي هي بتكون مخصصة لمنطقة تحت حول العين إذا بدك وبنفس الوقت ننحقن نوع من الحقن المبيضة اللي هي كمان بتساهم بإنه تفتح لي شوي هيدا الجلدة هوني بصير تحصن بين 30 ل 50 بالمية بس ممنوع عندهم بأكتر من هيك هلأ فيهوني عملوا أكيد كل أسبوعين مرضى الانجاكشن والبيل بيعملوا مرضى بالشهر بيعملون على 6 جلسات كل واحد أكيد هوني في كتير أشخاص بيتحسنوا كتير هيدا السواد عندهم بيفتح هيدا المنطقة بنفس الوقت إذا عندهم تجعيد بمنطقة تحت العين أو في منهم عندهم جدتهم كتير رقيقة ويكون عندهم إذا بدك veins يعني بيكون dark circles mainly on blue يعني بيكون لونهم male على لون أزرق فبهول عند هولي الأشخاص بنتوجه لتقنية الليزر حتى ننشيل الزراء وحتى كمان نقدر نشتغل على تجعيد بمنطقة تحت العين لأنه يقدينا وقت لأنه نخسر إذا بدك من الفونيوم بشكل أسرع بسبب هالmechanical effect بس الشي اللي العالم ما بينتبهوله أنه هو مع العمر نحنا بنخسر هيدا الشي نخسر هالفات بيصير عنا يعني الأربطة بتصير إذا بدك ضعيفة بتبطل في هالوصلة الشديدة إذا بدك ما بين الجلدة والعظمة عشان هيك بيصير فيها المسكونسوبشن بس هو أكيد جيناتيكس اللي هني بيلعبوا دور كتير كبير اللي هني الوراثة ونفس الوقت العمر وإذا حبينا العلاج هيدا الخصوف هل معقول الفيلر آمن بهيدا المنطقة تحديدا بخاصة أنه العين منطقة حساسة؟ لك الفيلر بدينحقل بمنطقة تحت العين بطريقة كتير professional وادفانس وبدينحط ديب ما بدنا نحطه superficial لأنه بيجون كتير أشخاص عاملين فيلر تحت العين عند ناس منهم اكسبرت وبهيدا الحالي بيعملوا شي اسمه تندل effect اللي هي بيصير إذا بدك الفيلر بليلة على لون أزرق تحت العين لأنه بيكون محطوط بشكل سطحي بشكل غلط أو مختارين الproduct اللي غلط وهذا بيعمل الشي complication ما بدنا ننسى أنه منطقة تحت العين إذا عم ينخط الفيلر بطريقة غلط وحدا منه اكسبرت بهيدا التقنية هذا الشي ممكن يؤدي لواحد أنه ينعمه تحت العين لأنه ممكن تكون ديته blindness سو ما لنا لعبة أنه نحط فيلر عند مين مكان بدنا نتوجه أكيد بهيدا المنطقة لناس هنا اكسبرت اللي عندهم خبرة الكافية لأستعمال الproduct اللي بيناسب جلدتنا وبنفس الوقت يعطينا ريزالتين احنا حابينه بما أنه دايما منهتم منه تكون طلالتك مميزة اليوم حبت مصامة للزيئة لبنانية حرشندق منه تعطي بعض النصائح الخاصة للمرأة الاعتمادة إذا كانت مدعوة للإفطار أو للصحور بعض النصائح اللي حابي أقدمها للسيدات المعزومين على الإفطارات بهالشهر الفضيل أول شيء إذا كانت معزومة على الإفطار ناس مش كتير مقربين لإله كتير حلو أنه تعتمد التوب أو الدرس بقصة وحدة ما فيها كتير تفاصيل ولكن الأماشي تكون كتير مميزة واللون يكون مميز النصيحة عامة حابي أقدمها بشكل عام بالنسبة للتوب والعبيات أهم شيء إنه الست تقيس القطعة وتشوف إذا بتلبق للون بشرتها ولا لأ لأنه كتير منستحلي قطع بس ما بتكون متناسبنا كلون بشرة وكتير أوقات منقول على القطعة مش حلوة بس لما منجربها منلاقيها كتير حلوة على اللبس وبتلبق لنا هاي أهم نصيحة وكمان حلحة بتخبرنا إنه لازم تنتبه المرأة إذا كانت مدعوة لإفطار فخم برأيكم شو لازم تعمل؟ أما بالنسبة للسيدة المعزومة على إفطار فينا نقول عنه فخم كتير حلو إنه تلبس شيء كمان تكون فخم لحتى يتماشى مع الجوية اللي فيتها عليه الأسود اللون الأسود دايما بيعتي فخامة وكلاسيكية وخصوصا إذا تخلوا بعض التطريز الناعم الحلو وكمان حلحة حبت تتوقف عند المرأة المحجبة وتعطيها بعض النصايح برأيكم شو قالت؟ نصيحتي هلأ لسيدة المحجبة بس تكون معزومة على إفطارات رمضان إنه تعرف القطعة بسيطة فيها تفصيل واحد ظاهر أكيد لون الطرحة بدي يكون كتير منسق مع التوب يلي لبستو الميك أب كتير حلو إن يكون خفيف بيرز لجمال وجهة بس من دون ما يكون كتير قوي حتى الأكسساريز اللي بدأ تلبسون يكونوا ببسيطين وما فيهم تفاصيل كتير أما بالنسبة للمرأة السمينة فكمان كان إلا حصة عند حلو نصيحتي هلأ للسيدة الممتلئة فيني أنصحها إنها تلبس التوب أو العباية يكونوا من دون قصات كتيرة ممكن تكون قصة من فوق لتحد كاملة مع اللقماش الهدل لأنه اللقماش الهدل كتير بيخبه من النصاحة بالنسبة للسيدة اللي معتدلة القامة كمان بحب أنصحها إنه التوب أو العباية اللي عم تلبسها تكون طويلة وضيقة بالأرض وما تكون لفوق الكاحل لأنه بتعطيها مشق طول أما إذا كانت المرأة اكتفيت عراض فأكيد الحل عند حلو أما النصيحة اللي حب أقدمها للسيدة اللي عندك تفع عراض أنا تلبس التوب أو العباية من دون قصة الكتاف مثل اللي أنا لبستها هلأ لأنه هاي القصة بتضيع وبتموه وبتخلي الكتاف يبينه أصغر من بعد ما سمعنا سيدتي النصايحة الخاصة للاهتمام بالإطلالة إذا كنا مدعوين على إفطار أو صحور هلأ رح نتوقف مع خبيرة التجمير رولون حداد يلي رح يعطيك بعض الخطوات يلي ممكن تعتمديها حتى تحصل على ميك أب مميز والليفت أنه لونه زهري اليوم رح تشوفوني عم أعمل Pinkish Rose Gold Makeup Look الوين هيدا الميك أب طير نعمة وميلي للزهري لكن من بعد ما حضرت البشرة وعملت السكن بريب رح أخذ أول شي كريم الأساس هون رح تشوفوني حطيت الفونديشن بكف إيدي أنا بحب هيدا الطريقة لأنه بتخلي الفونديشن يضل سايل ودافة خلصت مد وتوزيع الفونديشن هلأ رح أخذ full coverage foundation ورح بلش مت تحت العين متل ما شايفين الكمية اللي بدنا نحطها أكيد شي بيرجع حسب أدي بدنا نغطي تحت العين وأدي عنا تصبغات على الوجه وتحت العين كمان وهلأ رح بلش أعمل ال contouring ورح بلش حدد تحت كرسة الخب وعند الصنديحة وعند الدقن وأكيد ما بدنا ننسى عند جوانب المنخار وكمان رح غمق تحت الحنك عند الجولاين حتى أبرز أكتر جميل الحنك بلشت أدمج من الفاتح للغامق متل ما شايفين هيدا البراش الحلو بالشايف طبعا إنه شكل راسة مبروم وبتساعد على دمج ال contouring بطريقة كتير حلوة ومتساوية ومتل ما صرته كمان بتعرفه إنه ما في أحلى من الهايلايتر على الوجه ورح حط منه على كرسة الخد ورح أدمجه مع الفونديشن وكمان رح حط على T-zone بالوجه إذا انتبهته إنه استعملت liquid highlighter على الوجه وإذا انتبهته استعملته قبل ما حطت البودر هيدا الطريقة بتنفع إذا كان الهايلايتر نوعه liquid وسيل حتى إنه فيه كنت استعملوه مع الفونديشن تحطه كم نقطة بقلب الفونديشن وتمدوه على الوجه لأنه بيعطي highlight وبيعطي تضواية للوجه وبيعطي لك مثل البورسولان يعني هاي goddess look رح أخد diamond bronzer ورح بلش حط البلاش على الخدود ومرق على الدقن وعلى الصنديحة جميع الوجه ما بيكتمل إلا برسم الحواجب هيدا ألم الحواجب بيجي معه فرشاية عند الطرف وبتساعد على تمشيط الحواجب نحن وعم نرسمهم بس من قدام رح أعمل تكنيك الشعرى شعرى كرميل حافظ على الفورم والموديل وهلأ بدي أبلج بماكياج العيون رح أخذ LED eyeshadow night glow ورقمه 05 هيدا الكريمي اي شادو بيساعد على تثبيت اللون رح تشوفه أديه حلوة تكستر طبعه وقديه فيه لمعة ورح أعمل blending للاي شادو الكريمي مثل ما عم شفوني عم اشتغله هلأ ومنعمل blending على الكريس حتى يندمج اللون ويعطينا تدرج خفيف ومنصير نمد اللون للجهد بره من العين حتى يعطينا وسع أكتر وكبر للعين رح استعمل اللون ديو روز حتى ضوه فيه تحت الحاجب هيدا اللون كتير حلو تحت الحاجب ورح أرجع أخذ براش تانية من البولدن روز وكمان رح أخذ نفس اللون اللي استعملته تحت الحاجب ورح مرقه جوات زوايا العين حتى ضوه الانر كورنر من العين رح أرجع أخذ لون البرجندي ومرقه تحت العين على اللور لاش لاين حتى ألقط العين من تحت ومن فوق يعني ادمجهم مع بعض ورجعت أخذت نفس نوع الأي شادو يلي استعملته بأول مرحلة وحطيته جوات زوايا العين ورح أعمل رسمة الايلينر على العين واتأكد أنه عم عب منيح اللون جوات رموش الأبر لاش لاين حتى أعطي تكحيله هيدا الألم لونه برغندي غامي وكمان إذا انطبهته عملت شوي الدنب للأيلينر حتى يعطيني سحبي للعين حتى يعطي اللوك كت اي العرضة اللي معي اليوم مركبة اللي هو تكنيك رموش بتضين تقريبا لشهرين تركتهم على طبيعتهم وأخدت مسكرة وسمكت فيها الرموش من فوق رح بلش تلون الخدود رح مد البلاش على الخدود رح أخد روز جولد بلاش رح أستعمل براش ورح أعطي لون للخدود حتى أبرز أكتر جميل الميك أب شوفوا قدي حلو لونه هيدا البلاش وهو كتير وفيه لمعة ذهبية وكمن رح أستعمل حتى أصبت الهايلايتر على راس الخدود وشوي على تمبل وعلى 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 وهلأ رح أستعمل هيدا الألم ورح مرقه جوات العين على الووتر لاين كرميل يعطي تضواية وتكبير للعين وهلأ إجا دور الحمراء هيدا الحمراء كتير حلوة وكتير درجة هلأ وفيها جليتر ولمعة أنا جبت منها عدة ألوان بس هلأ رح أستعمل هيدا اللون لأنه بنسب الميك أب اللي عم أشتغل عليه رسمت الشفاف بالقلم أول شي وحددتون حتى أني عبات كل الشف بالقلم مثل ما شايفين وهلأ رح حط الحمراء على الشفاف شوفوا أديا حلوة وهيك تكون خلصت هيدا الميك أب الحلو اليوم سيدتي حبينا نعلم كيفية تحضير تحليل رمضانية فإذا حبت تعرف معنا شو هي المقادير والخطوات اللي لازم تعتمد ها لتحصل على حلوة لذيذة ما لغير تتابع معنا هيدا الفيديو اليوم بدنا نعلم كيف نعمل تحليل شهر رمضان ولهيد التحليل بدنا الموز بدنا البسكوت بدنا القشطة بدنا الحليب وبدنا بودرة الكرامة هلأ منطلنا نعمل الحليب فينا نستعمل حليب بودرة وفينا نستعمل حليب سائل هلأ بنحط كرامة الكرامال بدنا نضوب عالبارد شوية هلأ منولع النار تحت الطنجرة بعد ما غلوا منطفي تحتهم ومنخليهم يبرد هلأ بدنا نضحن البسكوت نضحن البسكوت نضحن البسكوت فوق الحليب حليب نضحن نضحن الآن نسكبهم بالكبيات نضعهم بالبراد لي برد شوي نضع القشطة نضع السكر الآن الكريمة صارت جاسي الآن بعد ما نضعهم بالبراد وبرده نضع البسكوت المطحون نضع طبقة من البسكوت الناعم من زينا بالكريمة فينا الشكل اللي بدنا اياه نعمل من زينا بشقف الماز فينا نزينا بهيدا الشوكولات الملون أكلتنا لليوم خلصيت صحة وهنا بما أنه العصير من أساسيات المائدة الرمضانية حبينا اليوم من برنامج بيروت ننزع على الشارع ونلتقي ببقي عاية عصير حتى نشوف كل واحد شو خبرنا عن المواد اللي عم بيبيعها والأسعار وأكبر العالم السنو الماضية كان أرخص من هاي في أصناف أه ما Houston على الطاولة هذه السنة مثل الطمر وأسوس Grove ليس austdin لكن دعنا الليمون كفرز وجلاب الليمون للعصير معروف لا يوجد كميات كبيرة عنني كأنينة ثاني ثلاثة آنانة ليس أكتر من هاي هذه السنة أغلى من السنو الماضية العذر كبيرة 15 least صغيرة 56 بنسبة 53ص يعني سنة lagDB السنة الماضية كنا قبل renderedлиз حسنة أسعار 10 افاص الإيطبيل التو ما سمعنا أول بقى عصير انتقلنا للتالي فبرأي يكون هل كان عنده نفس الكلام ونفس الوصف للحالي اللي عيشينا الإقبال عادي مثل السنوات الماضية بس الزبونات عم يلاقوا فيه شوية غلاء يعني الأسعار تغيرت عن سعار السنة الماضية بسبب ارتفاع الدولار تغيرت على العملة تقريبا يعني يخفوا شوية زبونات يعني عصير الليمون البرتقال أنه من أساسه غالي بيجي غالي يعني يعني عم يحسوه غالي ما بيشتروه قليل السنة الماضية كانت الأنينة بـ 8000 ليرة السنة 25000 اللي كان يطلبه كميات أنينتين وثلاثة أنينة وربعا يصاري بيطلب أنينة أنينتين أم مش أكثر الزبونا اللي بيجي اليوم بكرا ما بيرجع بينما السنة الماضية كان كل يوم بيجي السنة الماضية كان أكثر برمضان السنة اللي قبله أكثر كمان بس السنة لأ أخف اللي بينطلب عندي هلأ جلب وصوص وطمر هندي وليموناثة وامر الدين او دي مشروبات رمضان اكتر شي بيطلبوه الصايمين وهلأ وصلنا لنهية حالتنا يلي حبينا نتوقف فيها هيدا المرة عال موضوع السباق الرمضاني بما انه عدد كتير كبير من المواطنين عم بيشاهدوا المسلسلات الدرامية حبينا نشوف اي عمل له حصة الاسد ونشت نظرهم اي ممثل لبناني ابدع بهيدا السباق والله انا ما بحضر ولا مسلسل لا عربي لا لبناني لا سوري ولا تركي كله تديع وقت بس بحضر اخبار بالقراية على الانترنت بقرأ كل شي اخبار من العالم وبلبنان كله تديع وقت هيدا العالم اللي عم بيحضروا مسلسلات عم بيضايعوا وقتون وعم بيقل من تفكيرون في باب الحارة والباشا واتنينتهم ابيخ من بعض ما في موضوع يعني ما في شي مهم عم يحكوا عنه وكله بيخ الدخان عادي يعني صاروا الولادي دخني كمان المسلسلات الرمضانية فينا نستبدلها بشي تاني فمثل يعني نلهي حالنا او انه نكون اشخاص نبعد عن هذه المسلسلات او المشاهدة الرمضانية مثلا فينا نستبدلها بالكراءة بالمطالعة فينا نطلع فينا نفوت يعني فالدخان لازم ما يبين انه بالمسلسلات خاصة بين الاطفال والقاصة تحت السن القانوني لازم يمنعوه لانه نحنا عم نضر المجتمع اول شي يعني ككل تاني شي يعني الولد اللي صغير يعني هلأ صاري انه بيحمل ايد بييدو سجارة وكأنه كتير شي عادي يعني قابل كان شي كتير معيب لا اولا شي ما بحضر تيفي انا انا ما بحضر تيفي انا بجيب اشياء اللي انا بحب احضرها يا بنقيا على نتفلكس يا اما على اليوتيوب سباقرة عنا عم يقروا بالسوشال ميديا عم يكتبوا انه تدخين وما تدخين بس انا ما بحضر موجود بالحيات ليه لا يعني انا ما عم بفهم يعني هل هالشي حيغير من واقع الحيات اللي عم نعيشها انه صوت اي واذا عرضوا دخان يعني اذا ما عرضوا العالم حيرتدعوا يتقدبوا يبطلوا يدخنوا مثلا لانه رمضان طب شو خاص السيجارة ليه محرمة ما عم بفهم وين النقطة يعني اي صوت وتنعرض دخان ما عم بفهم وين النقطة يعني عم تابع عم نتسلى والله احسن مسلسل لحد هلأ مسلسل نديم من جيم عشرين عشرين ممثل بارعة ويعني كل الممثلين عم بقدوا ادوارهم بشكل كتير حلو في موصل لبناني بديع ابو شقرة منيح باسم مغنية منيح منيح عم يعملوا جهدهم يعني هني عم ينقلوا صورة المجتمع متل ما هي هيدا المجتمع الحقيقي يعني في دخان في ناس بيدخنوا في ناس ما بيدخنوا في ناس بيارقلوا في ناس لا عمين لو صورة المجتمع بالعادة ندينا نجام تعطي احسن من هيك لانه شوي ما بعرف قاسي عليها وما نبين لجمالها وبابعرف بالعادة احسن بيكونوا مسلسلاتها ممتازين حلوين بس كان فيها تعطي احسن يعني هلا اجمالا اخر فترة عم نشوف شو اسمها هاي الصبية بتمثل كمان مسلسل جديد لاحظوا يعني منشي شهر كانوا حطين البروغرام على المسلسل على التلفزيون كمان منيحة كارلوس عزار لا الشباب والصبايا كتير منيح في عنا مجموعة منيحة يعني عم يتحسن احسن من قبل هلا هي بتفرج انه البرنة اللبنانية انه كتير قوية انه ازا بتخففوها شوية بيكون افضل لانه هادا اخر مسلسل للموت فاجر كتير طالع الدخان مع النسوين باناش مش كتير مقبول يعني فينا مبين باشياتانية اكتر اي عام تابع رصيف الغربة وبنت السفير في كتير ممثلين لبنانية شاطرين ياند الدخان بحد ذاته سالبي بس ظاهرة الدخان طبيعية يعني كل العالم بالدخل ما نوشيل منقر يعني انه عم ينقلوا الواقع هنا انه في كتير ناس بالدخل يعني يعني عذر الامكان واحد اتنان خيشوك تباك تسلى وضع مقرف كمان نتسلى بها الليب الحمد لله عم ببيضوا الوجه خاصة انها مسلسل عشرين وعشرين والله مسلسل شي شي حلو رائع يعني هلا الدور حسب الدور كيف بيلعبوه وفي احياء يمكن بدون يارجلوا وبدون كذا يعني شي هذا يعني روتين الحياء هلا اه كم واحد هيك مثلا متل عشرين عشرين ماشي الحال فيهم بس في شوية تلطشنة بالشعب اللبناني صغير حتى بالتمسيد لانه عبي صوروا صورة فساد بشكل خاص وبشكل عام كمان لا عم بيوصل صورة مهنة مش اكتر كلهم لانه الصورة اللبنانية مش هيك دايما عبي حطوا الصورة السيئة بس الصورة المنيحة ما عبي حطوا لا عادي ما تستحي فيها دخان والممنوعات وهالاخبار كذا ما بعرف عبيش اجعوها من تحت الطاولة يعني هايدي السنة ما عم تابع عبدا مسلسلات لانه ما في وقت ومضغوطة كتير بالشغل بس عارف انه في كذا مسلسل مهمين مثل الموت هاللي عارف انه كتير مميز يعني وللفتني انه هايدي السنة جبين ممثلين قدرين وقدام يعني مش بس الاجداد وحتى اللي كانوا يكونوا ملكات جمال وملوك جمال مش تغلين شوية على حالهم بالتمثيل يعني بطل بس الجمال هو المعيار الوحيد للممثلين يعني انا بحب عايدة صبرة كتير عايدة صبرة كتير بحسة حقيقية بس اتمثل ما بتحسة عم تمثل تحسة عن جدا عم عيش الدور مية بالمية يعني ولا بتفكر اللحظة انه عم تمثل وادوارها كتير مختلفة ومتنوعة ومؤنعة وما بتهتم بشكلها الخارجي فيها تكون بحلها الشكل المهم انه تقدي دورة مظبوط يعني صراحة ذكرونها من مسلسل رقفة الهجان زيكم مسلسل دفع كتير كان وقتها دخان 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 وما باعف ظاهرة ابدا مش صحية هلا نعم بتعكس الواقع بسيل انه كمان احنا اكتر شعب كلبنان بستهلك سجاير وارجيلي وهول اشي يعني تبغي يعني وبعدد المسلسلات عم بتعكس هذا الشي عم بتعكس واقع الاسترس اللحنا في اللحن نفشه بالدخان او بالارجيلي عم نترى مسلسل عشرين عشرين عالنبي سي دراما لندين نجيم ولمريدة الحلاني الحقيقة مسلسل جديد وحلو مباشي مهدوم هي تقريبا الدخان يعني مش كتير منيح مدرب استحى بنفس الوقت بس في انه عادي كميناس انه بحبيه مثلا هنه عم يشتغلوا يدخلوا ما فيهن يوقفوا الدخان عم بتابع هالحلية مسلسل واحد هو عشرين عشرين لانه اخد كتير ضج يعني وحضرت منه مقتطفات حسيته هيك انترستنج يعني فهو تقريبا المسلسل الوحيد اللي عم بقدر تابعه حاليا في منهم كتير عم بيكون شغلهم حلو في ناس لأ بعد بده كتير شغل يعني بس يعني اللي عم بيبرزوا عم بيكونوا فعلا عم بيقدموا شي كتير حلو يعني وعم يتحسن المستثلات الليبنانية عم تتحسن كأداء وكأنتاج وكتصوير وكممثلين حتى عم بتتطرق لمواضيع اجتماعية حياتية نحنا عم نعيشها كل يوم يعني عم بتضوع عصص كتير مهمة يعني فبرافو عليهم يعني انه شغلهم يعني هايدي لرمضان كان حلو لحديد هلأ في نادين حبيت انا بهيدا المسلسل انه اخدة شخصية يمكن كتير بعيدة عن محيطة هي الاساسي يعني يعني بيانت متل اوريجنال يعني بيانت تمثيلها كأنه هي فعلا كانت تعايش حياته متل ما هي عم بتمثل يعني اه اي حبات كتير تمثيلة يعني شطورة يعني هي شو الشخصية اللي بتاخدها بتلبسها ضغري يعني ما منع مضطرة انه ما بتبين انه هي عم بتمثل بتبين كأنه هي شخصية فعلا هيك هلا هي طبعا ما انه شيء اجابة التدخين ان كان بالمسلسل او بالحياة الواقعية يعني يعني لانه هو بيشجع اذا بدك مش لولاد بس المراهقين بعمر معين انه بيصيروا بيميلوا لهاي الاشياء بدون يجربوا وهيك فعلا ما يشوفوا مثلا الممثل المفضل لإلن او او حدا من اهلن او حيالله حدا بيشوفوه عم بيدخن فيمكن هذا الشيء بيرغبهم اكتر بالدخان هلا ما فينا ننكر انه هو التدخين هي ظاهرة موجودة يعني شفناها بالمسلسل او لا بس طبعا لما نشوفها بالمسلسلات حتعطي متل دفع اكبر للي حابب يجرب انه يجرب وياللي عم بيجرب يترك انه ما يقدر يترك لانه بس يشوفها بالمسلسل انه اكيد حيجع يتذكر السيجارة وحيرجع يرجع للتدخين فهو الافضل انه يخففوا من هيدا الشيء او اذا بدون يبينو يبينوه كشيء سلبي يعني يدوعوا عليه كأنه شيء سلبي مش انه والله سيجارة بت فش الخلق او 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 انه شيء منيح يعني وهلا وصلنا لنهاية حالتنا لليوم منتمنى انه فقراتنا كانت نالت اعجابكم لو انه الاسبوع الجاي بنفس التويت